مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم بخير وطيبين يا رب اليوم عملت لكم ايش اي سي كريم ايام زمان وزي ما نقوله بعدين هذا مش اي سي كريم هذا السي كريم تمام ونفس نكهات ايام زمان اللي كانوا يعملوننا كانت في واحدة في حارتنا او بحافتنا تعمل لدي السي كريم وكنا دايما نروح نشتري من عنده ولو طعم وصراحة وميزة في قلبي وحب كبير وتعالوا نشوف نكهات الاي سي كريم او السي كريم اللي كانت تعمله وصدقوني يعني لذيذة وتبرد بهذا الصيف تبرد على القلب يعني اني احب هذا السي كريم اول حاجة عندي التمر الهندي او الحمر عندي كده كوب تمر هندي بضيف له ثلاث حبات تمر ليش اضيف التمر عشان يكسر الحموضة حق تمر الهندي يعني عادلة يطلع حلو واضف له ماء ساخن عشان يطرع وقدر اصفيه خلاص اغطيه وخليه على قنب تاني نوع اسي كريم اللي او سي كريم هو الكركديه عندي كمية من الكركديه تقريبا كوب باغسله تمام بعدين بضف له ماء بارد وسكر حسب الرغبة طبعا السكر اني قللته عشان اخي يقدر يعني ياكل الايس كريم او الايس كريم فقللته شوية خلص وخليته في التلاجة يوم كامل او يعني من الصباح لمن العصر عرفتو تاني نوع اسي كريم اللي هو النانا او الفيمتو يعني الصراحة كمان حلو طعمه باعلمكم يا بطريقتين كنا يعني ناكله هنا حطيت كمية من الماء خلوه شوية قليل عشان طلع حالي يعني عشان نضوفوا السكر بعضهم نضوفوا السكر وهذاك شفتوه العصير اخي قابوا طبعا من محل العصير افوكادا وفراولا يقول طعمه لديد قليصوري الان بدت اضيف الفيمتو او النانا اضفت شوفوه خليت شوية من العلبة خليت شوية ممكن قلتكم تضوفوا سكر اذا انتم تحبوه يعني سويت اكتر هنا ضفت رشة بسيطة من الملح ليش اضيف بالملح الملح ميخليش الايس كريم كده يتلق مش عارفة كيف اقولوكم يقع زل حجر لا يخليه كده لما تقولوا تاكلوا طلعهاش هنا عندي كوب حليب ضفت له رشة فانيليا وبضيف ايش بضيف اللي فيمتو او النانا طبعا تتحكموا انتم باللون هذا حليب وفانيليا ونانا ممكن كمان تضوفوا سكر يعني اضافتكم السكر حسب الرغبة هنا عندي الاكياس اللي بعمل فيها العصير او اللي بعمل فيها الايس كريم وفي هنا قوالب التلق زمان كنا نعمله بقوالب التلق نسمونا ديش ديش البرد في عدن الان قبت الكيس وحطيته طبعا هذه الاكياس صراحة هي اكياس تخزين يعني تخزنوا فيها بالفريزر خوضار زي كده بس ما تنفعش للايس كريم او السكريم في انواع تيجي كده اقوى امتن هي افضل شي بس هدا اللي كان متوفر في مصر ما لاقتش نفس الاكياس اللي اني اشتيها فاني لاقت دو عشان الحكم لاقت هذا الحكم اساسا اصغر حاجة ولاقت نوعية فقلت خلاص عشان اصور لكم اهمشي الطعم خلاص بديت كده اربط الكيس واعبي يعني عادي انتم عارفين كيف التعبئة وهنا قلت لكم ديش البرد نحنا في عدن نقول له ديش انتم اشتسمو او كان زمان حقنا يكون معدن هنا حطيت كمان الحليب مع الفيمتو طعمه لديد ممكن تعملوا حليب وورد عصير ورد يطلع رهيب لديد اللي يحب يعني نكهة فانيليا كده بتذكره بنكهة كده الفانيليا وبس هنا حطيت بالاكياس كمان حطيت كده كيسين هذا شوفوا الوحيد اللي يأكله اخي واني زوجي ما يأكلوش يعني ما حد يحبه في البيت غير اني واخي يعني واخواني بس اللي كان نحب الفيمتو مع الحليب وامي الله يرحمي كانت تعمل لنا ياها بديش البرد واختي يرحمي كمان كانت تعمل لنا الان شوفوا التمر الهندي او الحمر بدأت كده اهرسه بعدين اصفيه حاولوك تمام تصفوه زي ما عملنا بايش بالعشار ابو العنبة لازم تصفه تمام تمام لمن يكون ناشف يرجع وهنا زيته ماء وبدأت كمان اصفيه شوفوا كيف اصفيه لازم كل شي تخرجوا منه هذا الحمر او التمر الهندي الان شوفوا اضيفوا السكر وتخففوا حسب رغبتكم اذا انتم حابينه التقيل خلوه يعني ما تضوفوش ماء وده حابين يعني خفيف ضوفوا ماء انا حسيت احتاج ماء والسكر ضبطوا يعني اللي ناسبنا انا حطت كده يعني حق ثلاث ملاعق كبيرة سكر وحركوا تمام عشان نضو بالسكر بعدين ضوفوا بالاكياس اه تقدروا صراحة الحكم يعني الكويس للسكريم انكم تضوفوا صراحة نص كوب او تولت كوب عرفتوا او نص زايد شوية لكن متروحوش تعبوكو بالسكرين كده تخلوه مليان كده عشان تعرفوا الحلوق اللواز وكده اللي ما شاروش لوازهم يعني ما عد ناخدش دمبهم بصراحة بقولكم ياه فانتم دايما الاشياء التلق وكده تمسك اللواز وتتعب اكتر من اللي يكون الايس كريم اللي في بو كريمة او شوكولاتة وزي كده هذه يعني بصراحة تتعب اللواز فعشان كده خليها على نص نص كوب افضل يعني خاص كل واحد ياكل شي بسيط وهنا اللي بديش البرد او بقوالب التلق شوفوا بديت اطلعه طبعا تعبني من ارضاش ينزل لكن لما كان زمان نعمله بقوالب حديد تري كان على طول ينزل لكن البلاستيك متعب خصوصي هذه الانواع اللي تكون يعني خفيفة والله وقلد ايس كريم بتاكلوه وهنا تعالوا نعمل الكركديه الكركديه اني خليته يعني من الصباح لمن الليل بدأت اصفيه وبضيف له سكر حسب الرغبة كمان زدته سكر حسته نعقص شوية سكر لازم يدوب السكر تمام وكمان اذا يحتاج ما اضوفه واهم خطوة انكم تضوفوا عليه كده رشة من الفانيليا يعطيه الطعم رهيب رهيب تحسوا انكم بس تشتو تشربوا الكركديه او تاكلوا الكركديه سواء انكم بتعملوا عصير او بتعملوا ايس كريم في الكركديه ضفوا له رشة الفانيليا او كده ربع الملعقة الصغيرة هو على الكمية يعني لتر كركديه عصير كركديه ضفت له ملعقة صغيرة ممسوحة فانيليا وبدأوا عبوه بالاكياس قلت لكم الاكياس كل ما كانت نوعي احسن قوية متينة كل ما كانت احسن لكن دي اكياس تخزين انا كمان عملت قوالب بقوالب التلق اخي يحب يحب السكرين ده بالقوالب اكتر من الكيس فهو يحب القوالب انا اعمل له القوالب صراحة بقول لكم وخلاص خليته ليلة كاملة يقمد الايس كريم وقلد ايس كريم تعملونه لعيالكم واصحاب الحافة كلهم واني اخدت الايس كريم ورحت اوزع في حائرات مصر وحواف المصر والقيران امزح امزح فكان صراحة لديد كل يوم نحنا ناخد ناكل صبح وليل وعصر المهم قالت لكم بس انتبهوا اللوز عشان ما تحملش دنبكم انتبهوا على لوزكم زي داك شبع وطبع المهم اعطيكم وصفة بعدين اخاف عليكم قصدي من هذه الوصفة اني ابرد عليكم من هذا الحماو والصيف والرطوبة فهذا احسن السكريم او برد الممكن تاكلوه في هذا الصيف وفيه كمان كانوا يتلقوه شفتوه العصير كامل الباكت يتلقوه زي نانا بالمنقع او نانا بالبرتقال كان يتلقوه بعد قطوه عنهم كعبات كمان كان يبقوه انه كده بالمقصف حق المدارس وكده وبس والله يعني انا حبيت اني كده يعني اعملكم هذا السكريم او برد زي ما نسميه في عدن وبرد على قلوبكم هنا اخي عقبول اللي هو بالفيمتو والحليب من زمان هو يحبه وممكن قلتكم تعملوه ورد وحليب وهنا هادي المصاصات الان اللي طلعونا اللي تكون تتغسل يعني مش تشربو فيها وترمو واني فضل تشربو فيها وترمو لا هادي تكون فيها فرشا وتغسلوها في منها معدن ستانستيل في زقاك بس والله هذا الفيديو بالعافية ليهو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تصور اشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس هلو منكم اشتركوا في القناة